بالفعل حيث كانت القوات الأمنية قد استبقت أي محاولة للمتظاهرين لاقتحام المنطقة الخضراء بفرض إجراءات أمنية مشددة في عدد من مناطق العاصمة بغداد وقال مصدرا أمني أن قوات الأمن قطعت الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة فيما أغلقت منطقتين السعدون والباب الشرقي المحاذيتين للمنطقة الخضراء بشكل كامل مشيرا إلى انتشار واسع للقطعات من الجيش العراقي وشرطة الاتحادية وقوة مكافحة الشغب